موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحفة نستهلها بأهم العنوين لهذا اليوم عنوانة الشرق الأوسط بوكدانوف يلتقي الأسد للبحث في مؤتمر موسكو بعد تبلغه شروط المعارضة مصادر فرنسية رسمية روسيا تريد موسكو واحد وليس جينيف ثلاثة لسوريا المعارضة لديها أربعة تحفظات على أفكار ديمستورا وتساؤلات حول ضمانات أي اتفاق في حلب البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة عشرة في انتخاب رئيس وتعويل على حوار عون جعجع وفي العربي الجديد الأسد يمول حربه من المحروقات الائتلاف السوري يشكك بدور روسيا وبمبادرة بوكدانوف ستة قادة من الحر بقبضة الأجهزة اللبنانية خدمة مجانية لداعش وفي القدس العربي روحاني في هجوم غاضب على السعودية هبوط أسعار النفط هو نتيجة لمؤامرة وخيانة من بعض دول المنطقة اسرائيل تسيطر على تجارة سلاح في العالم بصواريخ ذكية وطائرات بلا طيار تقرير الكونغرس عن التعذيب ضربة للدولة العميقة ويكشف عن فصل حالك في تاريخ منارة العالم وفي موقع سيريا نيوز فقد تعنونا اليوم الأسد لبوكدانوف سوريا تتعاطى بإيجابية مع الجهود الروسية بهدف إيجاد حل للأزمة الأركان الروسية واشنطن وحلفاؤها زادوا من دعمهم للمعارضة المسلحة سعيا لتغيير النظام السوري قتلى جراء قصف استهدف مخيم اليرموك في دمشق وحي المشهد في حلب مقتل امرأة وجرح أحد عشر آخرين بسقوط قذائف على الأشرفية بحلب سفنة بحث إسبانية تنقذ 194 لاجئا سوريا بالقرب من جزيرة سيقيليا الإيطالية الأمم المتحدة تعلن استئنافة وتوزيع مساعداتها الغذائية على ما يقارب 1.7 مليون لاجئ سوري صحيفة خبر ترك التركية كتبت بوش يصف من قام بأعمال تعظيب بمحبي الوطن ملالة الحاصلة على جائزة نوبل تطمح برئاسة وزراء باكستان ترافق الجفاف مع تراجع النمو في تركيا وفي وكالة أنباء الأناضول فقد عنونت اليوم الرئيس الفلسطيني يعلن الحدادة على وفاة الوزير أبو عين ويصف مقتله بالعمل البربري أردوغان يعزي نظيره الفلسطيني ويصف مقتل أبو عين بالخسيس التحالف يشن عشرين غارة على داعش بالعراق وسوريا في ثلاثة أيام وكالة أنباء الأناضول نشرت لمراسلها في اسطنبول هشام شعباني كاتب سوري يعرض تجارب السوريين في التغييب السياسي في مركز غلطة سالتا الثقافي باسطنبول جاء فيها قدم الكاتب السوري ياسين الحاج صالح ندوة بعنوان مغيبون تجارب السوريين في التغييب السياسي خلال جلين وتناول الحاج صالح في حديثه وقائع الخطف والتغييب القصري والاعتقال في سوريا خلال فترة حكم حافظ الأسد وبشار الأسد مقدما عرضا لطبائع الاعتقال وتغيراتها ضمن سياقاتها التاريخية خلال تلك الفترة الزمنية والفوارق والتشابهات بين الاعتقال في الثمانينيات والاعتقال بعد اندلاع الثورة السورية لا سيما وأن جهات إسلامية مسلحة أخذت تتبنى التغييب والاعتقال كأسلوب لمسح المختلفين معها على نحو مشابه لنهج النظام السوري واعتبر للكاتب السوري أن التغييب طويل الأمد دون معلومات عن المغيبين ليس مقصورا على أسماء معروفة قليلة العدد بل هو حال أغلب المعتقلين عند النظام في موجة الصراع الاجتماعي والسياسي السوري الحالية منذ ربيع 2011 عددهم غير معروف لكن تتكلم بعض التقديرات عن 200 ألف وأكد الكاتب السوري أن هذا وجها أساسيا لقضية الاعتقال السياسي في سوريا منذ موجته الكبرى الأولى في مطلع ثمانينيات القرن العشرين وهو وجه منظومي أو منهجي وليس فسادا عارضا مرجحا أن نسبة مهمة من من تكون تجاربهم الأمنية قصيرة أياما أو أسابيع هم من الأشخاص الذين تداركتهم أسرهم ودفعت مبالغ كبيرة لإنقاذهم وشدد الحاج الصالح على أن مشروع الاعتقال السياسي المجزي ماديا برعى به الشبيحة منذ وقت مبكر نسبيا من الثورة فهم يوقفون على حاجزهم أشخاصا ولا يتركونهم قبل تجريدهم مما في جيوبهم أو يرغمون على الاتصال بذويهم لجلب فديات لهم وأكد أن أحد عشر ألف شخص قتلوا تحت التعضي بين مطلع الثورة وآب 2013 بمعدل 12 يوميا وتطرق الحاج الصالح إلى ممارسات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري واستهدافها لتشكيلات الثورة المدنية والعسكرية قائلا داعش تخطف ولا تعتقل ولا تعرف معلومات عن مخطوفيها ولا تتوفر لهم زيارات ويحتمل أن عددهم بالألوف من عموم السكان ومثل النظام داعش تسحق المجتمع ولا تقف عند الناشطين المعارضين لها ومنذ خريف 2013 كان لديها سبعة سجون في الرقة وختم الحاج صالح قائلا أعتقد في النهاية أن السوريين في قلب صراعنا الاجتماعي والسياسي الكبير بحاجة إلى إرساء مبادئ قانونية أساسية تصون حياة الشخص البشري وحريته وكرامته وأمنه وعمله شيء يعادل وثائق الحقوق التاريخية الكبرى التي عرفتها مجتمعات أخرى نشرت صحيفة التايمز حوارا مع الجراح البريطاني ديفيد نوت وهو من أشهر الأطباء حول العالم في التطوع في مناطق الحروب وتحدث نوت بشكل خاص عن تجربته الأخيرة في مدينة حلب السورية التي عاد منها قبل أسابيع ووصف الصراع الدائرة في سوريا بأنه فريد من نوعه مقارنة بما شاهده من حروب ووصف سوريا بأنها مقبرة الأطفال وقال نوت إن سبعين في المئة من ضحايا هذا الصراع هم من الأطفال أما في غزة التي زرتها الصيف الماضي فثلثوا الضحايا هم من الأطفال مضيفا غزة كانت مرعبة إلا أن حلب كانت أفضع وردا على سؤال حول الصعوبات التي واجهها في حلب أجاب نوت إنه سافر ثلاث مرات إلى سوريا لعلاج المصابين وستطاع مع فريق من الأطباء والجراحين السوريين معالجة للكثير من المصابين أما في زيارته الأخيرة ونظرا لاستخدام البراميل المتفجرة فإن ثمانين في المئة من المصابين الذين عالجهم توفوا جراء الجروح البالغة وقال الجراح البريطاني إن أغلب القتلى يسقطون جراء استنشاق الغبار مضيفا أن العديد من الأطفال قضوا جراء إلقاء البراميل المتفجرة على منازلهم التي يحتمون داخلها ونوى هانوت إلى أن استخدام البراميل المتفجرة في الصراع الدائر في سوريا غير طبيعة الخسائر البشرية فقد باتت أغلبية القتلى من الأطفال وروا نوت أن أحد البراميل سقط على منزل يحتمي داخله سبعة أطفال ونقلوهم إلى المستشفى الميداني الذي كنت فيه وكان من بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة وبعد المعاينة وجدت أن أحد هؤلاء الأطفال فقد قدميه والآخر فقد رجليه والثالث فقد فخذيه وردفيه إلا أنه مزال حيا إلا أنهم ما لبثوا أن فارقوا الحياة جميعا وأضاف هذا هو المشهد اليومي الذي نعيشه يوميا في حلب مشيرا إلى أنه كل يوم يصل للمستشفى الميداني أطفال من دون رؤوس ومن دون أيدي وأرجل ويفارق الكثيرون من هؤلاء الأطفال الحياة بسبب قلة المواد الطبية وإصاباتهم البليغة وأكد نوت أنه لم يكن باستطاعته الصمود وسط معاناة الأطفال في حلب لو كان متزوجا ولديه أطفال وختم بالقول إن سوريا تحتضن الكثير من الأطباء والجراحين الشباب الذين لم يغادروها بل سيموت هناك جميعهم مضيفا لقد عملت مع الكثيرين منهم وقد قتل أربعة منهم جراء سقوط القذائف فوق رؤوسهم خلال قيامهم بواجباتهم تجاه مرضاهم وجاءت افتتاحية صحيفة الغارديان تحت عنوان ألحقت عمليات التعذيب التي نفذتها السي آي اي الخزية والعرب أمريكا وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغين وقع معاهدة مع الأمم المتحدة ضد سياسة التعذيب في عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وصدق عليها بعد مرور الست سنوات وأكدت الافتتاحية أن الولايات المتحدة عمدت إلى استخدام التعذيب بإطار ممنهج في عام الفين وواحد كما استمرت هذه السياسة لعدة سنين بعد ذلك ورأت الصحيفة أن التقرير حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي اي لاستجواب المعتقلين الذي نشر الاثنين كشف القصة الكاملة والمخزية للأمريكيين مضيفة أن أسليب التعذيب التي تبعت مع المعتقلين يعد واحدا من أسوأ الفترات في تاريخها ويكشف تقرير السي آي اي عن أسليب تعذيب 119 معتقلا وذلك بعدة طرق ومنها الإهام بالغرق وتغطية الرأس والدفع باتجاه الحائط والصفع والغمر بمياه مثلجة والحرمان من النوم لفترات طويلة قد تصل إلى أكثر من أسبوع وهم واقفون ومكبلون وعرات إضافة إلى التهديد باستخدام العنف ضد عائلاتهم وأكدت الصحيفة أن استخدام عمليات التعذيب لاستجواب المعتقلين لا يعتبر خاطئا فحسب بل كان غير مجديا أيضا وكشفت الصحيفة أن السي آي اي كذبت بشأن برنامج الوكالة لاستجواب المعتقلين وهي لم تكذب فقط على الشعب الأمريكي بل على الحكومة الأمريكية نفسها إذ زودت الوكالة البيت الأبيض بمعلومات غير دقيقة وختمت الصحيفة بالقول أن الأمريكيين اليوم يواجهون تحديا كبيرا ألا وهو العمل على عدم تكرار أمور مماثلة مشيرة إلى أن السي آي اي استجابت للانتقادات التي وجهت لها في عام 1970 موقع سيراج بريس نشر مقالا لأيمن محمد بعنوان تفاصيل عن جيش الأسد الإلكتروني والدور الخفي لإيران وحالش في دعمه جاء فيها تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلومات خطيرة حول ما هي ما يسمى الجيش السوري الإلكتروني التابع لنظام الأسد وملال طهران وقال نشطاء ستين ألف موظف عدى المتطوعين والغاوين بلغ عدد الجيش الإلكتروني الأسدي مؤكدين أن هذا الجيش تابع لمخابرات نظام الأسد والمخابرات السورية الإيرانية الخارجية إضافة لجهاز مخابرات ميليشيا حزب الله المتطرف ورجال الأعمال الشيعة في الخارج وأورد النشطاء أهداف هذا الجيش الإلكتروني بالترويج للجماعات الإسلامية المتطرفة بأسماء وشخصيات ثورية والتهجم على الكرد بطريقة عنصرية باسم العرب والتهجم على العرب بطريقة عنصرية باسم الكرد والاعتداء على مشاعر الأقليات باسم الإسلام وترهيبهم والتهجم والاعتداء على حضارات ومعتقدات الشعوب وتحريض المسلمين المقيمين في أوروبا ودفعهم لاستفزاز مشاعر شعوب تلك الدول من خلال المظاهرات والشعارات العنصرية ورفع أعلام داعش والتشهير بأي شخصية ثورية قيادية والتحريض ضد المرأة السورية المعارضة والاعتداء عليها بأبشع الألفاظ وتهكير الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تعمل في مجال الدعم المعنوي والتعبئة العامة والتوجيه السياسي والفكر التوعوي والاجتماعي والإنساني والوطني والترويج لبعض الشخصيات في المعارضة السورية العميلة لنظام الأسد وإظهارها على أنها شخصيات ذات ثقل شعبي وثوري والاستهزاء بالفنانين العرب الداعمين للثورة السورية ونوها مسربو المعلومات إلى أن هذا الجيش يستخدم أسماء ثورية وإسلامية سورية ويعمل على استياد المتعاطفين مع الشعب السوري من جميع أنحاء العالم واستخدامهم في هذا المسار كما يعمل على نشر هذه الثقافة بشكل كبير جدا عبر العالم الافتراضي من ثم تحويلها إلى ثقافة أمر واقع وفي ذات السياق وجه نشطاء من داخل الغوطة الشرقية نداء لكل نشطاء وأعلامي الغوطة عبر سيراج بريس هذروا فيه من منتحلة شخصية ناشطة إعلامية تدعى سوها جرار تجمعها علاقات بأكثر من خمسين بالمئة من نشطاء الغوطة دون أن يعرفوا من هي في الحقيقة يقول الناشط حيدر الدمشقي تعمل مجموعات مفتوحة عبر موقع التواصل الاجتماعي في إيسبوك على اقتناصي وسحب المعلومات من النشطاء والإعلاميين في الداخل المحرر رغم أن معظم من يدير هذه المجموعات هم أسماء وهمية ومستعارة لا تعرف الجهة الحقيقية التي تقف وراءهم وحذرت دمشقي من مغبة البقوع في فخ الناشطة لبنى البدوي التي كانت صديقة لمعظم النشطاء الثورة السورية والتي قررت هي بإرادتها الكشف عن هويتها الحقيقية وموقفها من الثورة عندما قررت نشر صورة تجمعها مع أسماء الأسد ويقول لم يتم كشفها بالرغم من أن صورها كانت حقيقية فما بالك بمن يضعون صورا وهمية وأسماء مستعارة بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نترككم بأمان الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة